وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار الزياد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 435 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 85 طن مواد غدائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 8 أطنان وفي مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط قرابة 77 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 714 قضية من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و142 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 15 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر